اشتركوا في القناة ويمكن واجع رأس ولكنك لنفصل يمكن شوي للمشاهدين أنه هناك أنواع مختلفة من الصداع ما هي هذه الأنواع؟ أول شيء صداع الخير بالنسبة لموضوع الصداع هو عبارة عن ألم في الرأس بالتعريف العام والعادي هذا الألم قد يكون صداع عصبي بالخصوص أو بدئي أو أساسي فينا نسميه وقد يكون صداع ثانوي ناجم عن أشياء تاني مثل ألم الدرس مثلا أو أمراض جهازية الحمى والقريب وإلى آخره ألم في الرقب فعندنا صداعات أساسية هي الصداعات العصبية وعندنا صداعات ثانوية ناجم عن أسباب أخرى نعم لذا حدث عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأنواع من الصداع الصداعات الأساسية فينا نذكر عليها مثلا الصداع النصفي مثل مذاكرته أو الصداع الشقيقة اللي هو عبارة عن صداع وعائي في عندنا صداع مثلات التوائم أو ألم مثلات التوائم اللي بيعمل ألم في الرأس والوجه ناجم عن إصابة أو مشكلة في العصاب الخامس في عنا الكلوستر هذيك اللي بيصيب فينا نسميه شقيقة الرجال اللي بيصيب الذكور أكتر طبعا هاي الصداعات البدئية أو الأساسية الموجودة كصداعات عصبية أما الصداعات الثانوية فأسبابها كثير مثل ما أردت لي أهم وأشي على الأسباب التهابات الجيوب اللي بتحدث في الوجه آلام الأسنان آلام الرقبي وبعض الأمراض الجهازية هذا بشكل مبسط ومفسر إذا نفوت بالتفاصيل كيف يحدث هذا الصداع الصداع العصبي بالخصوص أصدقى عن موضوع الشقيقة أو المايغرين الآن الصداع المايغرين بالخصوص هو عبارة عن تشنج وعائي بأوعية الرأس يليه توسع يعني بعد ما بصير تشنج بالأوعية الدموية بعدين بصير توسع وتذفق الكمية كبيرة من الدم مما يؤدي إلى نبضان هذا الوعاء وشعور المريض بالصداع نعم وهذا كما ذكرنا يعني مرض العصر أو يعني موضوع الصداع الشقيقة الصداع النصفي هل بالفعل مرض العصر ولماذا كل هذه الأهمية لهذا الصداع؟ بصراحة الأهمية لأنه بالنسبة للأسباب مثلا أسباب مجهولة وغير معروفة حتى الآن يعني ما في سبب واضح لهذا الموضوع العلاجات حتى الآن هي علاجات مؤقتة ومكتشفة بالصفة يعني ما فيه علاج حقيقي لهذا المرض سوى آخر محاولات وبعض الدراسات تم إنتاج أول دواء للشقيقة بالخصوص وللوقاية من النواب وليس كعلاج أساسي بسبب عدم معرفة السبب يعني لأننا نحن مجهول السبب بالنسبة لأنه وبالتالي ما رح تقدر توجه العلاج للأسباب لذلك بيكون الموضوع شوي صعب وهذا المرض يعني هو شائع وموجود كثير في المجتمع وفينا نقول مثلا غير منتهي يعني ممكن يخف حدته أو تزول المدة تبعه تقصر أو الشدة تبعه تقل ولكن ما بينتهى على الآخر بسبب وجود أكثر من نظرية لوجود هذا المرض النظرية الوراسية مثلا أحد النظريات الموجودة عن هذا الموضوع طالما الأم مصابة أو الخالي مصابة فالبنت لا لازم تكون مصابة وهكذا يعني هاي القصص بتخلي هذا الموضوع شائع وموجود وهو مرض عصر لا ينتهي لذلك نحن منقول الشقيقة منحاول قدر الإمكان نبعد النواب عن بعضها البعض نخفف من حدة هذه النواب ونقلل من شدتها وإذا رجعنا بالتعريف أكثر للموضوع مشان الناس تعرف شو هي الشقيقة بالخصوص هي هذا الصداع الوعائي اللي بدوم من أربع ساعات لاثنين وسبعين ساعة يكون هذا الصداع نابض بيترافق مع غثيان أو قياء بيترافق مع رهاب من الضوء ورهاب من الصوت وبعض الحساسيين من الروائح فهذا الصداع اللي بيخلي المريض يقعد في البيت مايرو على العمل أو يجبرو على الجلوس في المنزل هذا النوع من الصداع معيق للأشخاص وللناس وبالتالي فينا نسمي تجاوزا مرض العصر أو مرض العصر مثل مال نعم تحدثت بعض الشيء عن العوارض لهذا الصداع الصداع النصفي هل تختلف من شخص لآخر من فئة عمرية لأخرى وأيضا أن الرجال قلت أن الشقيقة عند الرجال غير عند النساء كيف تختلف؟ على أقل بالتسمي بالنسبة للأعراض مثل ما قلت لك أي حدا بيجعوا رأسه بيصير عنده صداع الصداع تبع المايغرين أو الشقيقة أو الصداع النصفي فيه له كريتيريا معينة لازم تتحقق هو شكل الصداع بيجي على شكل هجمات لازم نحن نحصل على خمس هجمات على الأقل في الشهرين الأخيرات بحققه الشروط التالي لازم يكون هذا الصداع وعائي ونابض لازم يكون مدته من 4 إلى 72 ساعة لازم يترافق بغثياء نواء أو أقياء لازم يترافق بخوف من الضياء بخوف من الصوت إذا تحققت كل هاي المعايير والكريتيريا ضمن هذا الصداع وضمن هاي الهجمة ففينا نقول عنا هجمة شقيقة وأحيانا بعد فترة بيتحول لموضوع مزمن لما بيصير عنا عدد النوب كبير ويتفوق على 15 نوبي بالشهر فبنسمي المايغرين أو كرونيك مايغرين بصير عنا شقيقة مزمنة بالنسبة لسؤالك عن موضوع صداع الرجال هذا النمط من الصداع ممكن تكون مدة الهجمة أقل من 30 دقيقة إلى 180 دقيقة ويتكرر باليوم الواحد 5 أو 6 مرات أو من 2 إلى 8 مرات فهذا الصداع بنفس الآلية ترافق مع دماع بالعين واحتقام بالأنف نسميه لكلوستر هديك أو الصداع الوعائي أو الصداع العنقودي عند الرجال وماذا بالنسبة للفئات العمرية؟ هلأ معروف أنه ممكن حتى يصيب الأطفال الصغار من 5 إلى 10 سنوات ومعروف بالشقيقة البطنية اللي بتكون عبارة عن وجع بطن بدون صداع فكثير من الأطفال يصابوا بموضوع الألم البطني المتكرر اللي بيكون على شكل نوب معيني وبيروحوا لعنده كاترة الأطفال وبتشخصوا أحيانا بشكل خاطئ أنه هني عندهم آلام بطنية نتيجة أسباب في البطن أو التهابات أو ما شابه وهني بالحقيقة عبارة عن ألم في البطن هو شقيقة بطنية كيف ممكن التفرقة وأن الشخص مريض أو لديه صداع يعرف أن هذه الشقيقة أو أنه صداع عادي لأسباب أخرى كيف يمكن معرفة العوارض أو الاختلافات مراجعة أطباء العصار خاصة ربما أن تكرر الموضوع طبعا في موضوع الصداع العادي لما نروح نحن بشكل عام أي حدا بيجعوا رأسه لأي سبب كان ممكن ياخد حبتين سيتامول أو باندول وينتهي الموضوع بس لما بتكون الصفات اللي حكينا عنها متوفرة المريض ما رح يتحمل أنه ياخد حبتين باندول ويهدى الموضوع في ناس كمان متعودي جدا على أخذ المسكينات فتقع تحت تأثير ما يسمى بصداع المسكينات كمان هي أحد الأخطاء الشائعة الموجودة بالمجتمع والناس أنه أنا باخد باندول بشكل دائم أو معي بالسيارة معي بالجلدان بشكل دائم أنه أنا باخد باندول كمان هي من الأخطاء الشائعة الصداع لازم يعرف الأسباب تبعه ولازم يتشخص بشكل صحيح ولازم يتعالج بشكل صحيح بالنسبة للأنواع الأخرى من الصداع غير الصداع النصفي هل الحالة النفسية ربما للشخص ممكن أن تعرضه لهذه الألام بشكل مستمر؟ أكيد هلا كمان مثل ما هو الشقيقة الشائعة وموجودة في المجتمع شائع جدا وجود ما يسمى بالصداع التوتري الصداع التوتري هو من الأنماط الشائعة والموجود واللي إله كمان أسباب كتير أهم ما موضوع توتر العضلات الفروي وعضلات العنق اللي بيساهم فيها مثل ما إلتي كمان موضوع السترس من كلمة توتر مفهوم على أنه السترس هو السبب الرئيسي نحن منقول أنه السترس بيزيد وبيعمق هذا الموضوع أكتر والتوتر هو التنشل الموجود في عضلات الرأس والعنق فهذا أهم الأنواع الموجودة والشائعة جدا واللي لازم تتعالج لأنه لما بيدوم فترة طويلة وبيدخل بحالة الكرونيك كمان بصير علاجه شوي صعب ويحتاج إلى وقت يعني ممكن أن يدخل في فئة الصداع النصفي بالتمييز الصداع النصفي يختلف بالتشخيص والكريتيريا ولكن يدخل في مرحلة الإزمان وبالتالي يحتاج إلى علاج أطول وفترة أطول ولازم بالصداع دائما نبحث عن الآلية اللي أدت إلى هذا التوتر ومثل ما قلت كمان التوتر النفسي ممكن يزيد جدا والإجهاد والانفعال بهذا الموضوع طب غير التوتر والانفعال لماذا قلت النوم تسبب الصداع؟ لماذا الجوع أو قلت الأكل أيضا لفترة طويلة؟ نشعر بالصداع تعتبر هاي اللي حكيتي عنهم الإجهاد وقلة النوم والحرمان من النوم من المحفزات لنوب الشقيقة مثلا والجوع كمان في بعض أنواع الأكل كمان في موضوع المايغرين والشقيقة ممكن يكون محفز للصداع معروف عن الشوكولات أو عن الموز أو مادة التيرامين الموجودة فيهم ممكن تكون محفزات لأضواء المبهرة أضواء السيارات أحيانا ممكن تكون محفز لهذا الموضوع الإجهاد بشكل عام أو التعب من أهم المحفزات لموضوع الصداع الشقيقة والصداع التوى هل من أمور ممكن القيام بها للوقاية من الصداع بشكل عام أو من الذين يعانون من الصداع النصفي نرد نصيحة موجهة لهم؟ بالدرجة الأولى إذا نعرف وتشخص أنه هو صداع نصفي أو مايغرين لازم دائما أول شيء لعلاج بشكل صحيح والتعامل مع هذا الموضوع كتشخيص بشكل صحيح مراجعة الطبيب والابتعاد عن العوامل المحفزة واللي أهم مثل ما قلت هي الحرمان من النوم أو الإجهاد النفسي والعاطفي زائد الإجهاد والمجهود البدني اللي بيزيد من تحدث وشدة هذا الصداع أي مجهود بدني أو فيزيائي زائد عن الحد ممكن أيضا يأثر على هذا الموضوع ويزيد من حدة الصداع نعم طب هيك سؤال أخير يعني الكثير لديه هذا السؤال أنه لماذا الرجال يصابون بالصداع بشكل عام أكثر من النساء هل هذا صحيح بداية؟ بالنسبة لما ولا تقول لي أنه النساء هنا بوجع راس الرجال نحن متفقين أنه النساء بوجع راس الرجال أكيد هو بالنسبة لموضوع الشقيقة هو صداع النساء مثل ما قلت لك هو تصاب يعني النساء فيه أكثر من الرجال بالنسبة معينة بس بالنسبة للكلوستر هديك أحد أنماط الخاصة من الصداعات العصبية يصاب به الرجال أكثر أكيد على العموم بدي أتشكرك أنا دكتور ثائر موسى علان اختصاص المخ والعصاب في مركز النصيم الطبي شكرا لك على كل هذه المعلومات أهلا وسهلا شكرا لك أرجوك